يعني ايه تقعد مع منتج 22 سنة؟ كلمة السر ياسر حسنين والله قعدت معاه كده لان احنا مش منتج ومطرب امه الايه؟ اخوات برا الشغل بحكيلي وبيحكيلي فيش بنا مش شغل واحنا متفقين لو في اي وقت هنسيب بعض هنعرف هنسيب بعض ازاي وهنعمل ايه؟ وهنروح لمن يريحني انا مبرتحش مع احد انا رجل مودي طب ازاي قدرت تقعد معتنين وعشر سنة؟ انا رجل احكم ليه انا لأ عشان انا هو الرجل كان بيلبين اللي انا عايزه هم في فرق اما اروح لحد بديكتاتورة عليكي وفي فرق اما تبقى انت براحتك تلعبي مزيكة اللي انت عايزها والله مزيكة بقى تقع تنجح بتنجحش انت عملتيها بمزاجك امتى مشيت بمزاجك وما طلعتش صح؟ بأمانة؟ عمري الحمد لله مش ممكن يا محمد عمري ثقة بالله على رأي محمد رمضان انا خطواتي قليلة شوية مش كتير قوي عشان انا محبش اهرش كتير وازهر كتير وحرق نفسي احبش الحرق والجو اللي انت فاهمها دوقت فاهمت كده واطلع بقى بس انا بحب بقى رازين مش مهمة امتى مش مهمة فاهمة المهمة نزل حاجة تبقى بوم بس ايه سر النجاح محمد رمضان من وجهة نظرك؟ محمد رمضان؟ او رجل مقتهد بطريقة والغنى رهيبة طبعا رجل شاطر مقتهد اجماعة رجل ما بينامش كل يوم عايز يشتغل كل يوم عايز يفكر ده حقيق يعني تعالي لحقني هو رجل بيحب كده رجل بيحب ربينا خلقوا كده يعني محمد ماشاء الله انا بحب محمد جدا لانه بني ادم مقتهد جدا انا انا صريح جدا على فكرة صريح انا عايز اهوم انا جاية لك اهوم مين استفد من الاغنية اكتر مش هرايح كلنا استفدت احنا كلنا حلوين كلنا استفدت يا شكرا ايوة وخلاص انا بقولك ايه طيب اه انا بقول لنا استفدنا بقول لنا استفدت طبعا تم تغني لي لا ما دي متغناش دي تقل في الستوديو يعني محمد رمضان انا بقولك راجل محترم بالامانة وقدر الفنان احمد عدوية وقدر العب لله بس هم حاجة احمد عدوية طبعا عندي لان رمضان راجل سعيدي برضو راجل وذكر بصراحة شفتي ذكر دي اه 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 دخل البيت من بابه عدوية بيسمع ايه دلوقتي؟ وكلم ابنه وهو كلمني ففيه ناس تانية بتحاول تلفه وتدور من وراء ابنه وبتاعه وتروح لعدوية عشان استغلوه وطبعا مش هتقول اسامي ينفع طبعا طبعا ستقولي تحت الهوى تحت الهوى انا هارف مش هزكت بس فالحمدلله كاتقناه طبعا كله استفاد طب لو جيت وقلت لك كده عدوية دلوقتي بيسمع ايه؟ احمد عدوية بيسمع ايه؟ سوز عبد الحليم واسمعش الجديد خالص؟ لا بيحب محمد نوحي قوي اشتركوا في القناة